موسيقى جابر ابن عبدالله يقول غزوته مع النبي صلى الله عليه وآله النبي أولا ما كان يقعد في بيته ويصدر قرارات روحه للحرب الآن حكامنا شنو يعملون غالبا يقعد في بيته في قصره محصن ويقول روحه للحرب النبي هو كان يشترك معهم منهم مو في الأبراج العاجية يعيش مثل الناس أمير المؤمنين صلى الله عليه ووتلميذ رسول الله أيضا كان كذلك المؤرخين ذكروا أن الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه ما كان يأكل اللحم في العام إلا مرة واحد فقط كان يقول لأني أطمئن بأن جميع المسلمين أكلوا اللحم في هذا اليوم إذا واحد ما ماك اللحم أنا ما أكل لحم أكو حاكم هالشكل مثل رسول الله ومثل أمير المؤمنين وهو يوم الأضحى أضاحي يذبحون كل المسلمين في هذا اليوم يأكلون لحم أنا من اليوم أكل لحم أما إذا يوم مسلم واحد ما يأكل لحم أنا ما أكل لحم الإمام حكم الكوفة حوالي خمس سنوات ما أكل اللحم كما يقول المؤرخون إلا أربع أو خمس مرات فقط فمن الذي في الكوخ أبصر حاكما قد أرقته حشاشة سغباء شايفين بالتاريخ الشكل حاكم؟ هذا تلميذ رسول الله النبي صلى الله عليه وآله ذهب يقول جابر وكان النبي صلى الله عليه وآله يسير في آخر الجيش مو وسط الجيش مو محاط بجيش آخر الجيش ليكون فدواحد ضعيف يضعف في هذا الجيش النبي صلى الله عليه وآله بذاته كان يأتي ويعينه هذه الرواية في البحار مذكور يقول فأعيا ناضحي ناضح يعني جمل جملي أعيا وبرك أنا في الليه في الظلم الجيش منه يلتفت إلى منه في الصحراء القاحلة يقول أنا امتحيرت وأخذت أقول والح فأمياح ما زال ناضح سوء لنا وإذا بي أسمع صوتا يقول أجابر أنت أنت جابر فقلت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله أبي فداؤك أمي فداؤك يا رسول الله قال ليش اهنان قلت له أعيا ناضح فأجي النبي صلى الله عليه وآله وأركبني على ناضحي تفصيل بي بالبحار راجعوا الموضوع أنا أختصر القضية ثم أخذ يسايرني أو سايرته لاحظوا العلاقة لاحظوا المحبة هذه المحبة ليست فقط لهم حتى لنا أيضا نحن المؤمنين فاستغفر لي قال اللهم اغفر لجابر اللهم اغفر لجابر خمسا وعشرين مرح في ذلك الليل ثم قال لي كم ترك أبوك من البنات حرب شوفوا النبي وين يفكر في حرب دا يروح إلى حرب أو دا يرجع من حرب انتو عشتوا أجواء الحرب نوعا ما واحد في أثناء الحرب بالذات القائد كم ترك أبوك من البنات فقلت سابع فقال عليه دين أبوك مديون فقلت نعم قال عندما نرجع إلى المدينة تعال أنا أساهم في أداء دين أبيك يقول فعلا مريت على النبي صلى الله عليه والتفصيل أكو في القضية الآن ما علي بالتفصيل فأعطاني ثمانية أواقي من الذهب وقال ساهم بذلك في دين أبيك في الطريق إلى المعركة أو في العودة إلى المعركة يفكر أن هذا الميت مديون أو ممديون هذه الرحمة هذا الحرث على جميع الجوانب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر